الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد السائل يقول في شيخ مصري يقول إنو الأذان لا يجوز في المكرفون استدلا بالآية إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الحمار دامنو المكرفون مكرفون بقى حمار ولا اشنو استدلا الباطل المكرفون يا أخوانا هو ليس من مناهج الدعوة ولا يتعلق به حلال ولا حرام في ذاته دي كل يا أخوانا من الوسائل الحديثة ومن الأمور المباحة التي لا يتعلق بها حرام ولا حلال في ذاتها لكن ينظر فيما استخدم هذا المكرفون زي السماعة دي والموبايل في امتنيه والسيارة والركشة وغيرها هذه أشياء في أصلها تدخل في باب المباح بعد ذاك يبقى حسب ما استخدمت فيه إذا كان انت استخدمت في الحلال تكون حلال لو استخدمت في الحرام تكون حرام وهكذا فأس المكرفون دا انت لو استخدمت تغني بيه تجيبنا دا القلعة ولا رشا سفنجات ولا يسميه اشنو ديك تقول تعيط بالمكرفون دا حرام لو وديت لي حمي دا يتكلم بيه في الدين الباطل بتاو دا حرام شغلت بيه متحى يبقى حرام لكن انت متى ما استخدمت في الحلال فده يدخل العلماء قال بعضهم قال في باب المصالح المرسلة يعني الأشياء التي لو وجدت لو وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا استخدمت يعني المسألة دي ما مسألة التطور بتاعة التكنولوجيا في النهاية يعني لو كان في زمن الصحابة لو كان في مكرفون بيوصل الصوت أبعد ويبلغ الصوت في الصلاة وفي المحاضرات وفي غيره كان يستخدموه عشان كده دا بيدخل في باب المصالح المرسلة وما في شكال والآية إن أنكر الأصوات لصوت الحمير دا ما عنده علاقة بشنه ما عنده علاقة بالأزام بالمكرفون يا أخ الآية بتتكلم عن الأخلاق يعني غيصا في وصايا لوقمان في آخر الوصايا واغضض من صوتك إن أنكر ولا تصعر خدك للناس يعني أنت لما تدعمل مع الناس في الأخلاق لا تصعر خدك الصعر العلماء قالوا هو دا يصيب الإبل في أعناقها فإذا أصابها لوت أعناقها يعني الإبل بتلقى له يعنوغ كذا أنت يعني من باب الأدب مع البشر آه من باب الأدب وخاصة مع أهل الإسلام وأهل التقوى أنت لما تتكلم مع زول ما تتكلم معه وتلفت منه كذا ما تصعر خدك لأنه دا نوع من التكبر ما تصعر خدك كذا يعني تتكلم مع زول وتلفت عليه عديل قالوا لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة يعني لما تمشي ما تمشي تتقدل كأن كنت خلقت حاجة أنت ما في النهاوة مرحة في شنو يعني ولا تمشي في الأرض مرحة كويس؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني الإنسان لما يتكلم ما يتكلم بطريقة الحمار الحمار ما بكورك بكورك أخذت من صوتك يعني أنت تتكلم مع الناس قل للناس قولا حسنا مسموء قول طيب لكن ما تكورك زي ما يكورك الحمير النبي صلى الله عليه وسلم قال صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار يعني بكورك بانبح انت ما تنبح دا معنى الكلام قال صلينا صلاة الجنازة كبر الإمام خمسة تكبيرات ما حكم الدين في ذلك يخوانا تكبيرات الجنازة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال خمسة ومنهم من قال سبعة ومنهم من قال إلى تسعة والقول الراجح في تكبيرات الجنازة أربعة تكبيرات كما هي أيضا عند المالكية أربعة تكبيرات كما قال القحطاني كبر هديت على الجنائز أربعا واسألها بالعفو والغفراني ففي السنة الراجح من التكبيرات أربعة تكبيرات تكبير أولى تقرأ الفاتحة تكبير ثانية تصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام تكبير ثالثة تدعو للميت ولك أن تعمم الدعاء على جميع المسلمين تكبير رابعة تسكت قليلا ثم تسلم أكذا عند المالكية وعند الشافعية أو بعض الشافعية وعند كثير من الحنابلة التكبيرات أربعة ده الراجح أما لو زاد الإمام لو زاد تكبيره ناسيا أو حتى متعمدا في النهاية الصلاة ما بتبطل يا صلاة الجنازة صحيحة ما بتبطل قال ما حكم الخطوبة في الدين وما الأحكام والحدود وهل يجوز المهاتفة والجلوس معها الخطوبة يا أخواننا هي من المسائل الشرعية ما في شك إنه هي من المسائل الشرعية كما جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر ما يدعوك إلى زواجها تمشي تنظر للمرأة تشوف في الأول انت بعد ذلك تقدمك لخطبتها هو ما بيحل لك شيء أبدا يعني كون تقدمت لخطبة المرأة يعني حجستها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب في خطبة أخيه مما يدل علينا الخطوبة موجودة في الدين انت بتخطب المرأة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إنه زول يخطب على خطبة أخيه زول خطب لبت ما تمشي بهناك تكشر لها كده وتلبس ظريف وتقول لها أها كيف يعني نظام شوفين هنا خلي داك تعالي بيجاه دا ما بيجوز في الدين ولا يخطب في خطبة أخيه زول خطب لها مرأة تخليه إلا يقنع منها جاء قال لك والله ما نفعت معي يا أخي أمي تشوفها بس قل له خلاص تمشي عليها طوالي فالخطبة لكن يا أخواننا ما بتحل للإنسان شيء مما يحرم عليه في المرأة ما بتحل له ويشي يعني ما بتحل للونسة زي ما أصدر شعب السوداني طبعا عنده تساول في الموضوع دا خطبة دا زي العقد عليها طوالي تلقاش أية البيت شايل لك يسموز ولا لك يستنباك جاي داخل ويني سوسو هذول التام عقدت عليه ما عقدت أشي الموضوع دا فهوتي الله تماماين دا لا يحل للإنسان بل خطبة أي شيء مما هو محرم عليه ما بحل لك وأنا سمعه ما بحل لك الكلام معه عبر الهاتف ما بحل لك الرسائل واحد يقول لك أنا دار أصحية لصلاة الصبح ما لك ما لك ما عندك أي علاقة معه ما صلت بيسأل ربه سبحانه وتعالى لكن كونك تخص إمرأة تخصها بالذات شان هي خطيبتك ولا غير خطيبتك أنت ما بجوز لك إنك ترسل إمرأة رسائل كده مباشرة لأنه دا فيه فتنة فيهمتا كلامي دا فيه فتنة تقول ترسلها تقول لها قومي صلاة الصبح لا بتقوم ولا هي بتقرر الرسالة دي وبتتعلق بك أنت والصلاة ذات احتمال ما تقوم لها فده فيه تعلق بالمرأة وبناتهم ما فيه رباط شرعي الرباط الشرعي هو العقد على المرأة بعد ما تأجد عليه بعد ذاك صحية صلاة الصبح فيهمتا تقومت غيمة الليل دا بعد ذاك بطريقتكم فيهمتا بجوز لك شرعا أما الخطبة فالضوابط الشرعية اللي فيها العلماء قالوا الاتصال إلا أن يكون لضرورة معينة ضرورة تتعلق بأمر الزواج مما لا يمكن أن يتم إلا بالاتصال بها مباشرة يلا انتبه لأنه فيه أشياء ممكن تتصل انتبه غيرها يعني في تنسيق موعد الزواج تنسيق مكان الزواج تنسيق اليوم المعين البيجو شنو الضيوف شكلهم الأمور دي كلها تممكن تنسيقها مع أخوة مع أبوة مع أي أحد تاني مما حارمة دي ما ماشي بخصة إلا أن يكون من الأمور ما يخص المرأة وما يمكن أن يناقش مع غيرها إلا يناقش معها هي مباشرة من الأشياء الخاصة بها جدا اللي يتكلمها بها مباشر ممكن تتصل عليها بقدر الحاجة ودهنا دعت إليه الحاجة فلا بأس بالاتصال ما لم يترتب عليه ريبة أو فتنة لأنه لكثير من الناس خطبوا بنات ناس بمجرد الخطوبة حصل من الفساد والشر ما الله به علم من الخطوبة بعد شوية إجوا يعرسها خمسة شهور البيت بتاليب يا ناس ولدت في خمسة شهور كيف يعني الشي المعروف الجنة ده أقل لا حاجة ستة خمسة شهور ده ما في ده جنة وين ده في إمتى تجيبوا ليك في خمسة شهور بس ده جابته من وين وبيش به أبوه ومع الرسة بيش به ده معناه زمن الخطوبة كان بلعب أنت فاهمني فإذن ده كله يا أخواننا من الأشياء اللي اعتاد على الناس وهي مخالفة للشريعة الإسلامية أرجو منك يا شيخ توضيح معنا المملكة وهل يجوز الحكم بالمملكة المملكة يا أخواننا كون الحكم يتوارث الحاكم يموت ويورث الحكم لمن بعده فالطريقة دي من الطرق في الحكم ما فيها مشكلة يعني كونه يكون ملك سليمان عليه السلام قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب ما في مشكلة كون الحكم يكون مملكة بس الواجب على الحاكم إن كان مملكة أو حكم غير مملكة الواجب على الحاكم مقامة الدين وإصلاح الدنيا واجبات الحاكم كلها بالدور في الأمرين دل ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ربنا أوجب العدل في الشريعة دين إن تدقيم بين الناس كحاكم الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى وتحارب الأديان الباطلة تحارب الشرد تحارب الخرافة تحارب البدعة والضلال هذا واجب من واجبات الحاكم أيضا من واجبات الحاكم صيانة الدنيا صيانة دنيا الناس وتقوية الدولة الإسلامية بالأساسيات وكذا غير من الأمور التي ذكر العلماء فيما يتعلق بواجبات الحاكم وواجبات السلطان دا المهم لكن كونها تكون مملكة أو غير مملكة فده ما يضر شيء ولا يغير شيء في حقيقة الحكم الشرعي صلى الله وسلم عم بنا محمد وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان